السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكم إن شاء الله اليوم نتكلم ونشرح فشغلة مهمة أيضا بالخط كاد يعني يخفلها كثير من الخطاطين حتى لما ألاحظ لوحات لخطاطين مثلا لوحات جميلة لوحات قوية لخطاطين يكتبون المفروض كتابة قوية لكن يهملون طبعا هناك أمور كثيرة تهمل دائما يعني قد تكون تقصير أو جهل من صاحب الكاتب ولكن من أهم هاي الأمور هي كتابة الأرقام أو التواريخ يعني بعد ما يكتب التوقيع يكتب يعني التاريخ اللي هو غالبا ما يكون التاريخ الهجري يعني مثلا نشوف كاتب 1440 أو 1442 نشوف الكتابة للرقم سيئة مو مثل الحروف اللي موجودة اللي كاتبها إن كانت بالثلثة الجلي أو بالنسوخ أو بأي خط يعني ممكن أحب إنه شوية نتطرق لهذا الموضوع نتكلم عن كتابة الأرقام وأتمنى أنه دائما يكون الخطاطين يهتمون لكتابة الأرقام اللي هي بالتواريخ هاي بشكل عام وطبعا أشوف هذا التقصير أكثر شي موجود باللي يكتبون لوحات فقط أما الخطاطين اللي اشتغلوا في فترة اللي كان هناك كتابات الإعلان كتابات الدعاية والإعلان القماش أو الكتابات على القماش أو اليفط أو يعني الكتابات بالفرش والألوان نشوف عندهم كتابتهم للأرقام أجمل من الخطاطين اللي يكتبون اللوحات فقط لوحات كتابتهم للتواريخ طبعا هنا أقصد فقط المعاصرين أما من الأقدمين جميع الأقدمين كتابتهم للأرقام جميلة جدا الأساتذة الأقدمين لأن كان عندهم إلمام تام للخط يعني حاليا مثلا نشوف الخطاط فقط يكتب خط معين نشوف خطاط فقط يكتب خط الثلث وما يكتب نسخ نهائيا أو يكتب فقط الكذا هاي الأمور يكون طبعا تخصص بخط واحد العيوبها هي عدم الإلمام بالأمور البقية فمن ضمنها الأرقام يعني ما أحب أنه نطول ولكن الأرقام لاحظت فقط اللي كانوا يشتغلون الدعاية والإعلان تكون أرقامهم حلوة بسبب كتابتهم الكثيرة للأرقام مثلا أرقام التليفونات في الكتابات التجارية كانت الأرقام التليفونات تكتب على الجدار أو على يفط أو اللافتة أو يعني كتابات اللي تكون فتشوف الأرقام عندهم حلوة أما اللي يكتبون اللوحات أكيد لاحظوا انتبهوا كثير من يكتبون اللوحات تشوفون أرقامهم سيئة بشكل عام الرقم اللي يكتب أقرب لخط النسخ الأرقام تكون قريبة لخط النسخ بشكل عام طرح هي مو بخط النسخ لوشي لكن هي خط النسخ مثلا نريد نكتب الثن الواحد نبدي نكتب معظم الأرقام وشرط كلها حتى لا يكون الفيديو طويل فمثلا نريد نكتب الرقم واحد هذا هو الرقم واحد طبعا إلى شكل معروف تشوف هذا بالميلة قريب جدا إلى الألف الخنجرية ولكن الألف الخنجرية يكون مقوط أكثر فرق هذا الألف الخنجرية اللي يكون بالكتابة هذا هو رقم واحد واحد هذا رقم الواحد نجي على رقم اثنين بعد ما كتبنا واحد الثنين يكون بهذا الشكل هذا هو رقم اثنين بهذا الشكل يعني أشوف كثير من طبعا قبل ثلاث يام شفت لوحة لحد الخطاتين يعني مفروض هو مجاز يعني يعني أعتقد مجاز من ما من تركيا يكتب الاثنين بطريقة غريبة عجيبة طبعا كاتبها بهالطريقة اي هذا الكتابة ليس صحيحة بالخط الثنين تنكتب هكذا رقم اثنين حاليا نحتاجها الف اربعمائة اثنين واربعين الهجرة طبعا هذا الف غنجري وليس هذا قلنا عليه مثلا يكون فوق الشدة مثلا الطول كلهم نفس الشي طبعا ما نقدر نحصرها طول معين ضد انه نحصر ولكن هو ثلاثة ونص يعني هذا المجال اللي نقدر نحصر به طول الالف او مو نحصر او يكون هذا الوسط لان احيانا نحتاج نضغط الرقم او نكبر حسب التوقيع لان هنا الغرض من كتابة الارقام هي كتابة التواريخ بعد التوقيع نكتب تاريخ اللوحة ننجي على رقم ثلاثة السن الاول اصغر من السن الثاني يعني السن الاول السن الثاني اللي هو نفس الاثنين ونكتب هذا اصغر من هذا انا نقدر نقول ارض القلم القياسات يعني ليست هي قياسات ها مو نفس القياسات اللي شو اسم النقط نفس الطريقة اللي يستخدم هذا القياس الذهبي خطاط عبد الرحيم اولاي يعني نقدر نقول هيت شي المهم رقم ثلاثة هذا الشكل مثلا عندنا اكيد الاربعة هذا شكل رقم اربعة ما ما يحتاج نخلي نقاط يعني مو من باب النقاط هذا مو حروف حتى نقول نقيسها ولكن لها شكل ثابت وشكل جميل يعني ما تنكتب مثلا بهذا الشكل اكيد بعد ما هاي انتبهوا على اللوحات الخطاطين المعاصرين تشوفون العجب بالارقام تشوفون ارقام تنكتب بطريقة غريبة عجب ف اذا تريدون ترجعون دائما لكتابة الارقام كتابات الارقام بشكل السليم تشوفوا تواريخ لوحات الاقدمين وكل واحد الى اسلوب بكتابة الرقم يعني حتى هاي رقم اثنين مثلا تكون مثلا عند سامي افندي او اي رقم اصغر واطول عند الاقدمين يكون اطول تشوف بالتركيب طبعا ليش اطول واكثر هو حسب طبعا كل خطات الى اسلوب بالكتابة مثل ما بخط النساء وخط الثلث من الخطأ طبعا من الخطأ ولو هذا من موضوع نا انه استنساخ وتكرار الاستاذ او الخطأ يعني هنا نكتب على مثلا شوقي نكتب تماما بأي يعني شوقي اذا مد فلان حرف في فلا مكان نجمد نفس المد نكرر هذا التكرار هذا عبارة عن تقليد مؤدي يعني انت تكون خطاط مؤدي الاسلوب الفلاني ما تعتبر خطاط يعني لك اسلوب لو شي لان تبعد كم سنة الناس من تشوف كتابتك على اسلوب شوقي رح ترجع تقول انه نتابع كتابات شوقي احسن من كتابات فلان على الاقل شوقي هو الاصل واكبر دليل انه هنا من نركف ونتابع كتابات احمد شوقي احمد شوقي افنتي اكتابات العارف هي نسخة من شوقي واجادها باجادة شوقي واحيانا يكتب بها احجام اصغر من اللي يكتب بها شوقي وبنفس المستوى وكان ما شوقي ولكن هنا نركف دائما نشوف شوقي شوقي لان شوقي هو الاصل فنفس الشيح تكون مع اللي يقلد شوقي تماما انت تقلص شوقي لازم تضيف لمستك ومون تضيف ها هي تطلع يعني هاي معلومة مهمة انه تقول كل شخص هناك يقول انا انت اضيف بصمت اضيف لمستي لا هذا شي مو صحيح مون تضيف ها هي تخرج والناس تعرفك من عدها اه الارقام مثلا الستة هنا اختلف الوضع اه طبعا نخلي القلم غلص اه نهايته صار ممثل النهاية اه 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 النهاية الخنجرية وانما بهذا الشكل نسحب القلم ونخرج به الى الخارج الستة يعني طبعا الستة وعندك التسعة نفس الشي تماما نفس الشي اقصد بالحرف الالف اه مو الالف ونزول معرف لاش اليوم اسمي حرف الالف نفس الشي تماما بهذا الشكل النقطة مثل هالنقطة هي النقطة الصفر هنا نسمها الصفر بشكل عام نلاحظ طبعا هناك كتابات الأقدمين ستشوفون مثلا كتابات بالخطاطين بالكتاب الفارسية الأرقام تختلف طبعا يعني تختلف تكون لها يعني رسم خاص وشكل خاص عموما حبيت تذكر طبعا هنا هذا الخنجري الألف هذا الألف هنا تاريخنا حرف الألف يكون طبعا على السطر يعني إذا خلينا سطرين الأحرف كلها الأرقام أقصد يعني كل ما أقول أحرف أنتم يعني عرفون هاي أرقام الأرقام كلها على من فوق من جو ونبس الشي كلها 1400 هاي الأربعة الثانية هاي اثنين التاريخ مثلا بهذا الشكل يكون السطر الأسفل مع السطر الفوق للرقم نفس الشي لأن كلهم ارتفاع واحد من الواحد للتسعة كلهم نفس الشي فبس حبيت أنه بشي بسيط أنه نتكلم عن الأرقام كتابة الأرقام يعني أعتقد أنه كتابة الأرقام شي مهم وشي مكمل للوحة وكتابة الثنين بهذا الشكل أجمل طبعا ممكن هنا قلنا هذا خطع مو بهذا الشكل ممكن المحظ مثل نشرين هاي يعني ما أحبذ لأن الأقدام ما كتبوها يعني من كتبت بس يعني إذا أراد واحد يكتبها على الأقل يكتبها بهذا الشكل ولا يكتب بطريقة بداية رقم الثنين هكذا والثلاثة قلنا موجود أي نقم الثلاثة بهذا الشكل وحبيت أنه يعني نتكلم شوية ما حبي أنه يطول الفيديو أكثر من هذا حتى لا يكون شوية ملل أي أسئلة عدكم ممكن تكتبوا لي ها وأتمنى أنه الكل يهتم بموضوع الأرقام اهتم بكتابتها ما يكتبها على السريع يعني إذا كمل لوحة حلوة ووقع واهتم بالتوقيع وبالكل شي يبقى الرقم ضروري يهتم به الشوكت قلنا أن يكون الحرف أطول أو أقصر طبعا حسب التركيب عندك حسب المسافة الموجودة بالتركيب التي تريد تخلي بها التاريخ ممكن تضغط الأرقام شوية أو تنطيح طول مما يتناسب مع التزينات اللي أنت وضعتها بالثلث الجري خاصة يعني من أنت وضعت الفتحة والضمة والزنبقة يعني الوردة الورقة الظفرة هاي الأمور الشدة الأحجام اللي أنت تكتب بها تكون يعني متناسبة مع يعني الرقم اللي كتبت يعني يكون القلم متناسب ذا كان ممكن الأرقام تكون نفس القلم ومشكلة أو نفس القلم اللي وقعت به أو أصغر بس تبقى التناسق النسق هذا شيء مهم جدا وأي أسئلة عدكم إن شاء الله يكتبوا إياها أسفل هذا الفيديو يعني أساسا الأرقام ما كانت بالي ولكن أحد الأخوات سألني بالفيديو تحت الفيديوهات سألني عن الأرقام كيف كتابة الأرقام من هذه الأمور وإن شاء الله أنتظر أسئلتكم وإن شاء الله نحاول أن نجيب على جميع أسئلتكم وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر